هلو. هاي زيك عملا ايه. الحمد الله انتي مين انا رشب سيسو فنانة تشكيلية من اصول فلسطينية دلوقتي عايشة في مصر بقلي فترة وحبيت اشارك مع ارت توكس في الاجزيباشن اللي عملوه ده في مجموعة من فنانين مصريين وفلسطينيين وكانوا بشاركوا بلوحات كلها بتدي زي دويريك مسيج او مسيج واضحة عن القضية الفلسطينية فكان توسكد انه اشارك معهم في المعرضة. حسيت بايه انتي بتعملي لوحاتك عشان انتي عملتي لوحة مخصوصة او لوحات مخصوصة للمعرض؟ انا مشاركة بلوحة للمعرض كانت بتتكلم عن القدس اكتر وكانت فيها دايريك مسيج اكتر يعني عادة دوحاتي بتبقى المواضيع مفتوحة اكتر مش انه ليها رسالة محددة. وحسيتي بايه وانتي بتعملي بتعملي النوع دا من الفن يعني او الفن برسالة واضحة كده؟ لا انا يعني حسيت انه عبرت عن حاجة كانت جواي من كتر ما انا يعني من مشاهدتي للأحداث والطاقات اللي كانت حوالينا دي كلها فراغت جزء كبير قوي من الطاقة اللي عندنا. وبالعكس كان ليه طريقتي برضو في التعبير يعني انا عندي مايوي وانا بفرغ الطاقة دي او برسم او بعبر عن الحاجة اللي انا شفتها بملامسي بالالوان بايقاعات السخن والبارد اللي عملتها الحركة اللي معمولة في اللوحة. طب بتهايلي كل فنان في المعرض عبر باسلوبه وبصمته بطريقته فيش لوحة زي التانية بس كلهم موصلين نفس المسج. دي حاجة من اهل الحاجات اللي في المعرض بصراحة اللي حسيت بيها جدا حسيت بصدق عشان كل فعلا فنان حط من روحه في اللوحة وارحة. شغل صادق وبصمته يعني عشان هي من روحه. هي البصمة هي اهم حاجة للفنان يعني انا اكتر حاجة اشتغلت عليها الفترة اللي فاتت انو يبقى ليكي بصنتك الخاصة بيكي لانو البصمة بتبقى جزء من روح انت بيتطلعيها في اللوحة وهي اللي بتميزك وبتديك الايدنتيتي او الهوية بتاعتك اللي هو حد يشوف اللوحة دي وولك اه هي دي نفس الفنانة اللي رسمت ده هو ده نفس الفنان. امت عرفت انك عايزة تبقي فنانة او فنانة تشكيلية؟ انا من انا صغيرة نفسي ابقى فنانة بس طريقي كان شوية طويل درست ساينس وتخصصت اطفال انابيب وتحليل طبية وحاجات يعني خدت مني خمس سنين دراسة لما جيت اطبق ده عملي ما قدرتش. حسيت انه هي بعيدة قوي عن شخصيتي فعملت زي شفت كارير من اول وجديد وبتديت ادرس بقى ارت من على خدت كورسات كتير قوي مع ناس متخصصة ومدارس مختلفة كتير. خدت من كل حاجة من كل مدرسة حاجة عجبتني اضمتها كده كلها مع بعض وطلعتها بماي واي الاسلوب اللي انا حباه. وطريقة اللي انا بعبر فيها. هل بالنسبة لك الفن في حالة استشفاء يعني انت بالنسبة لك التعبير تفريغ الشعور جواكي ويطلع على لوحة وان حد يشوفه ويأثر فيه. هل السايكل دي بتحسي انها فيها حاجة هيلنج او فيها استشفاء. اكيد طبعا اكيد ده نوع من نوع الثيرابي او الهيلنج لأي حد بيبقى مبسوط او متضايق يعني بتوصلي لحالة متقرستوس فيها من كتر ما انت بتبقي طايرة او مبسوطة. او مش حاسة بالوقت انت بترسمي قد ايه. ممكن يعدي ستة سبع ساعت وانت وقفها بترسمي ومش حاسة بنفسك. اعتقد هي دي احساس مطلق الحرية. مطلق الحرية بالضبط. هل في فنان فلسطيني او غير فلسطيني. حسيت ان انت اتقصرتي بشغله او اتقصرتي بيه كشخصه وعايزت بقي زيه او. انا بالحرس انا انا مش عندي حد محدد سواء فنان فلسطيني او مصري انا باي حاجة بشوفها. من اي حد بيعجبني حاجة معينة عنده سواء في بلتة لونه او بتكتشر بيعملها او حتى لما يعني مثلا ابني بيرسم حاجة. مرات مثلا بيحيلي بحاجات تعجبني اخدها مثلا اطبقها في اللوحة بتاعتي. انا اكتر حاجة بركز فيها في اللوحة اللي هي الملامس بحب او الاقاع والحركة بحس انه الاقاع بيدي هي بيدي قيمة جمالية للعمل الفني. في اي حاجة مش بس في اللوحة في فن في مسرح في ميوزيك في اي حاجة من الحاجات دي الاقاع هو اللي بيدي جمال في اللوحة. مصدك ايه الاقاع؟ اقاع اللي هي الحركة نفسها يعني الروح يعني انا مثلا ما بتدسي مثلا على لوحة تبقى عبارة مثلا عن طفل حزين او قاعد هي هي انت شفتي وصلك شفتي لوحة ووصلك مثلا انه هو متضايق او حزين فهو شعور واحد. بس انا لما برسم مثلا حاجة تبقى واضحة ومش واضحة فانتي بيدي دي مجال اللي قدامك انه هو يبتدي يشوف حاجات يطلع الحاجات اللي في عقله الباطن يبتدي يمخه يشتغل سي الـ open endings في الافلام او الميوزيك اللي من غير كلام. صح يدينه الحرية حرية انه هو يعب يعني يفهمها زي ما هو حاسس. بالضبط ممكن يشوف حاجات انا يعني انا مهم عندي المشاهد شايف ايه مش انا شايف ايه. فزي الميوزيك اللي من غير مزيكة مثلا انتي بتحس بالمزيكة على حاسب حالتك النفسية او على حاسب عقلك الباطن بيفكر ازاي. فممكن مثلا انتو شوفيها انه دي حاجة بتبسطك متلاقي حاجة بتضايقك. متأثر فيك ايه فانا بالنسبالي الحرية برضو في اللوحة ده مهم جدا انه ما تبقاش متحددة. هو ده الاقاع الحركة اللي انا قصدي فيها لانه بتدي حياة للروحة اللوحة ما بتموتش. ايه اكتر اكتر لحظة حسيت بيها بإحساس الحرية ده. مفيش مرة رسمت ما كنتش حاسة بالحرية. بتهيق لي ما يفعش الفنان يرسم او يطلع حاجة يبدع فيها وهو مثلا تحت ضغوط او مخنوق او اي حاجة الحرية. مع ان في ناس كتير بيقولوا ان الابداع بيجي من الصعوبات يعني او الفن ممكن. ممكن انت بتعرضتي لحاجة صعبة في حياتك. بس يبقى في حالة. اه بتبقى حالة وبتطلع بعدين معاك في الفن او في اي حاجة. بس انت الحرية في طريق تعبيرك دي حاجة اساسية بتهيق لي. سهل من انا في جوادي بيفك والفودكاست اسمه كده وده معناه متحة الحياة. ماذا متحة الحياة بالنسبالك؟ متحة الحياة بالنسبالي اه 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 انا ممكن اعرف اعبر عن كل اللي جوايا بالوحي. وبسهولة من غير من غير ما قاعد ابقى متكلفة او برج كتير في اللوحة. بتهيق لي البساطة كل مرة هي اللي بتعلي شغلي سنة عن سنة. يعني انه التبسيط مش لازم الكتير في كل حاجة. لو عايزة تسيبي رسالة واحدة للانسانية كده اكنك بتكلمي الانسانية جوه كل واحد فينا. تقول لها ايه؟ رسالة للانسانية. بتهيق لي احنا في وقت دلوقتي الناس اللي هي عندهم بيور هارت زي ما بيقولوا. او قلبي طيب دول بقوا بيخافوا يظهروا الموضوع ده او بيورنوا ده جزء من ضعف. او النية الصفية او الطيبة او التسامح مع الناس او الحاجات دي كلها بقت بتخلي الناس انه مش عايزة توري الكلام ده. وباتجينس بالعكس انا اعطيلي انا بقوله بالعكس انت وري انه طيبة قلبك بيخليك متسامح دايما مع الناس. خلي الخير اللي جواك دائبان ده مش ضعف. وده مش حاجة وحشة بالعكس بس من كتر اللي بيحصل الناس بقيت بري بروتكتف لنفسها أو دفنسي لنفسها يعني بيوتفلي سد متقالة حلوة اوي 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 تانكي مرسي ليكي نورتي تانكي مرسي ليكي